موسيقى مجهز السابع أهلا بكم التقى الرئيس هادي في الرياض محافظ البنك المركزي حافظ معياد ونائبه شكيب حبيشي في محاولة منه لحل الصراع المتفجر بين الطرفين في قضايا فساد ويأتي اللقاء بعد أسابيع من صراع بين الطرفين خرج إلى العلن وتبادل فيه الطرفان الاتهامات بقضايا فساد وتحويل ملفات إلى النيابة ولا يعرف إن كان هذا اللقاء سيغطي على ملفات الفساد أو سيمنع حافظ معياد من الاستقالة وفي الحديدة جددت ميليشا الحوثي تصعيدها العسكري بالهجوم والقصف على مواقع القوات الحكومية في جبهات مختلفة بالمحافظة وقال مصدر عسكري لقناة يمن شباب إن الميليشا استهدفت مناطق الدريهم وحيس والتحيطة والجبلية ومجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بقذائف المدفعية ما خلف دمارا واسعا في أقسام مختلفة وتعطيل خطوط الإنتاج في المصنع أو في مصنع الألبان ونبقى في الحديدة حيث أسقطت القوات الحكومية طائرة استطلاعية تابعة للميليشيا جنوب المحافظة وذكر مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية للقوات الحكومية أسقطت الطائرة أثناء تحليقها في سماء مديرية الدريهم وإلى حضرموت حيث تصاعدت ردود الأفعال الشعبية والرسمية جراء تدهور خدمة الكهرباء بشكل كبير حيث أغلق المحتجون غاضبون عددا من الشوارع الرئيسية بمدينة المكلة متسببين بذلك بأزمة مرورية خانقة وفي غضون ذلك على قنائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة وضوياته في البرلمان احتجاجا على عدم إيفاء الرئاسة والحكومة بحل مشكلة الكهرباء شهدت مدينة تعز اليوم الأربعاء تخرج الدفعة الأولى لقسم الجرافيكس بجامعة تعز وتخلل الحفل الذي أقيم في قاعة نادي تعز السياحي فقارات فنية وخطابية متنوعة فيما عارض الخرجون عددا من الأعمال التي قدموها خلال فترة الدراسة توفي 15 مهاجرا أفريقيا نتيجة خلل في قاربهم قرب سواحل بلادنا ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 90 مهاجرا كانوا علقين في قارب معطل بين جبوتي واليمن لمدة أسبوع كامل بدون طعام أو شراب ما أدى إلى وفاة 15 منهم نهاية المجاز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر